بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ معا على بركة الله تعالى دراسة الوحدة السابعة في مقرر طرق تدريس اللعنة العربية وعنوانها طرق تدريس التعبير الكتابي ما الموضوعات التي نتناولها في هذه الوحدة؟ في هذه الوحدة نحن نتناول موضوع التعبير الكتابي كيف نتناول هذا الموضوع؟ نتناول هذا الموضوع من خلال تعريف التعبير الكتابي ثم بيان أهمية التعبير الكتابي ثم مناقشة أهداف تعليم التعبير الكتابي في المرحلة الابتدائية وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية ثم نتوقف أمام أهم أنواع التعبير الكتابي ومجالاته الشائعة ثم ندرس أسباب ضعف الطلاب في التعبير الكتابي وأهم المهارات التي يجب أن يمتلكوها ثم نناقش استراتيجيات تعليم التعبير الكتابي القديمة والحديثة ثم نعرض لكيفية تقويم التعبير الكتابي في مراحل التعليم المختلفة دعونا نبدأ أولا بدراسة تعريف التعبير الكتابي ما المقصود بالتعبير الكتابي؟ هل تستطيع أن تعرف التعبير الكتابي؟ يمكنك أن تقرأ معي التعريف التالي للتعبير الكتابي التعبير الكتابي هو الأسلوب أو الطريق التي يصوغ بها الفرد أو الكاتب أو المتعلم أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وحاجاته وآراءه وما يطلب منه صياغته بأسلوب صحيح في الشكل والمضمون هذا التعريف يعكس لنا أولا أن التعبير الكتابي هو أسلوب أو طريقة محددة في استخدام اللغة أو هو توظيف للغة بأسلوب أو بطريقة معينة لماذا؟ حتى نعبر بها عن أفكارنا، عن مشاعرنا، عن حاجاتنا، عن آرائنا حتى نعبر بها عما قد يطلب منا صياغته وهناك شرط مهم يبرزه لنا هذا التعريف هل تعرف ما هو هذا الشرط؟ نعم هذا الشرط هو شرط الصحة، لا بد أن يكون الأسلوب صحيحا في الشكل والمضمون إذن التعبير الكتابي هو ترجمة للأفكار والمشاعر الكامنة داخل الفرض بطريقة منظمة ومنطقية ومصحوبة بالأدلة والبراهين المناسبة ومراعية لقواعد الصحة اللغوية والدقة اللفظية في الشكل والمضمون